اشتركوا في القناة هي حليف مهم للولايات المتحدة الأمريكية كما أنها ملتزمة بصون الأمن الإقليمي والدولي وحماية حرية الملحة مؤكدا أن تحقيق السلام هو الخيار الاستراتيجي لمملكة البحرين كما أشار السفير في كلمة ألقاها إلى رؤية جلالة الملك المفدة التي كان لها الدور الأساسي في الخطوة التاريخية المهمة والشجاعة للتوقيع على أعلان مبادئ إبراهيم مع دولة إسرائيل وبأن العلاقات الثنائية تشهد تعاونا في مختلف المجالات الاقتصادية والبيئة والتقنية وبشأن عملية السلام في الشرق الأوسط أوضح السفير بأن حكومة مملكة البحرين لا تزال ملتزمة بمبادرة السلام العربية وحل الدولتين المؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وأن الخطوة التاريخية التي اتخذتها مملكة البحرين إنما تقرب المنطقة إلى تحقيق السلام العادل والشامل ترجمة نانسي قنقر